الآن ننتقل مشاهدين إلى زميل رجائي رمزي وموجز لأهم وآخر الأنباء إليك رجائي شكرا سارة ومشاهدين العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت جرينيتش موجز لأهم وآخر الأنباء عبر شاشة التلفزيون المصري أهلا بكم فتحت مراكز الاقتراع بوابها منذ قليل في ثالث أيام انتخابات الرئاسة 2024 تجرى الانتخابات الرئاسية وفقا للجدول الزمني المقرر حيث يبدأ تصويته من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء حيث وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الثلاث عشر من ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة كما حددت الهيئة وعدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم التي يبلغ عددها أحد عشر ألفا وستمائة وإحدى وثلاثين لجنة بداخل تسعة ألاف وثلاثمائة وستة وسبعين مركزا انتخابية ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المساشر حازم بدوي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم تحدث من قبل وتعكس وعي المواطن المصري مضيفا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية زادت عن 45 في المئة وهذا لم يحدث في أي انتخابات أو استفتاءات سابقة وقال المستشار حازم بدوي أن العملية الانتخابية تسير بشكل مرض وبسلاسة وهذا يدل على وعي المواطن وثقته في القضاء بالإضافة إلى وجود إشراف قضائي على كل صندوق استشهدت ني عشر فلسطينيا فيما أصيب العشرات قراء قصف طائرة الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة رافح جنوب قطاع غزة وأضفت وكارة الأنباء فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل ضوئية في سماء غزة تزامنا مع قصف لمناطق متفرقة في القطاع كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف بلد جبالية شمالي القطاع ومدينة خان يونس جنوب غزة وفي السياق أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوثي وتشغيل اللجئين الفلسطينيين الأونروا أكدت أنه لا مكان في مراكز الإيواء لاستيعاب أي نازح جديد في قطاع غزة مشيرة إلى أن الأوضاع الإنسانية منهارة تماما في القطاع وأضفت الوكالة الأممية أن ما يحدث في غزة هو تسونامي إنساني مضيفة أن معاناة النزحين ستتضاعف مع قدوم الشتاء وأوضحت الأونروا أن كل مركز إيواء يضم بداخله أكثر من 11 ألف نازح في الوقت الذي من المفترض أن يستوعب ألفي نازح فقط قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مافيو ميلر قال أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على معلومات نظافية حول تقارير تفيد بأن إسرائيل استخدمت الفسفورة الأبيض الذي زودتها به واشنطن في هاجمات على لبنان وأضف ميلر أنه في أي وقت ترى فيه الولايات المتحدة أن الفسفورة الأبيض يستخدم بطريقة تلحق ضررا بالمدنيين فإن هذا الأمر يشعر واشنطن بالقلق نظم عشرات الناشطين في الولايات المتحدة احتجاجاً للضغط من أجل توصل إلى وقف دائماً ذاتاق النار في قطاع غزة ذلك في مبنى يضم مكاتب لمجلس الشيوخ الأمريكي قبل أن تنهي الشرطة احتجاجهم وتحتجز العشرات منهم وطلب المشاركون فيها الاحتجاج الحكومة الأمريكية بتخصيص الأموال لأولويات محلية مثل الإسكان الميسر ورعاية الأطفال بدلاً من زيادة إمداد إسرائيل بالأسلحة الأمريكية أخذ الرئيس الأوكراني فولادمير زيلينسكي اجتماعاً مع مدير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن حيث أعلن صندوق النقد الدولي صرف 900 مليون دولار لأوكرانيا في إطار خطة مساعدة أعلن عنها في مارس الماضي يزور الرئيس الصيني تشي جيمبانغ فيتنام للمرة الأولى منذ ست سنوات في إطار زيارة رسمية سيلتقي الرئيس الصيني زعيم الحزب الشعوي الحاكم في فيتنام نيجوين فو ترونغ وقبيل مغادرته إلى فيتنام دعا الرئيس الصيني إلى بناء مجتمع يحظى بمستقبل مشترك ما بين الصين وفيتنام حذر المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري من أن مؤتمر المناخ كوب 28 في دبي هو آخر فرصة للحفاظ على هدف حصر الاحترار المناخي عند 1.5 درجة مئوية وقال كيري لرؤساء وفود الدول إن عددا كبيرا من الدول تطالب بالتخلي التدريجي عن الوقود الإحفوري وترفض أن تكون جزءا من هذه المهزلة على حد وصفه نايت موجز العاشر أتاكم عبر شاشة التلفزيون المصري شكرا لكم شكرا لكم